نهاردة مصر كلها هتتكلم على مصطفى شوبير ناس بدلت بقالها فترة شناوي والخبرات وابتدوا يقلقوا شوية ومصطفى ما بيلعبش يعني أول ما يلعب كده ده خد كم ماتش في الدور يلعب نهاية أفريقيا ده مصطفى شوبير يلعب كسعالم مصطفى شوبير بعد كده الفترة اللي جاء الناس هتقول له مصطفى شوبير لو ما راحش المنتخب يقول لك مصطفى شوبير مش في المنتخب ليه مصطفى شوبير النهاردة بيعمل مباراة كبيرة جدا جدا بتعامل مع كل المواقف اللي جات له وكل الكرات اللي جات له وقعدنا واتكلمنا عليه مئة مرة قبل كده وكنا بنحكم عليه من مباريات في الدوري وقولنا ما بيخافش ووحش وزي أبو كابتنجل واجمد من أحمد شوبير كمان حذرنا يا أبو الكابات وحش عندك وحش نادي الأهل عنده وحش بيعمل مباراة كبيرة النهاردة في قصة استاد القاهرة مليان بالناس كلها خرج واحد الشوط الأولاني ما تخرجش ما تخرجش نجم من نجوم النادي الأهل النهاردة مصطفى شوبير وحطه نمر واحد قبل حسين الشاحات اللي كسر الدنيا وقبل بيرسيتاو اللي كسر الدنيا ولد صغير ومحطوط في موقف زي كده آه خدمة شرز في الدولة آه ومنصق فيه آه وكل حاجة إنما خلاص نسينا بقى بعد كده بقى إصابة بقى للشناوي الشناوي جاله عقد ما عرفش إيه خلاص جمهور الأهل حيغير فكرته بعد النهاردة بقى عندك الشناوي وعندك مصطفى شوبير وعندك علي لطفي وعندك حمس علاء ما عندكش أي مشكلة في أي حاجة خلاص بس انتها الموضوع النهاردة بعتبروا نجم اللقاء الأول إنما لعبة الأهلي حد أثر محدش أثر النهاردة في لعبة الأهلي إطلاقا إطلاقا النهاردة الطرفين حسين الشاحات وبرسيتاو بيعملوا مباراة جبيرة جدا من أحلى المباريات اللي عملوها وهما بيلعبوا في النادي الأهلي آه كلنا عارفين إنهما يعني في حالة كويسة جدا الفترة الأخيرة ولكن النهاردة حسين بيعمل كل حاجة في الكورة هو عايزها بيرسيتاو بيعمل كل حاجة في الكورة هو عايزها النهاردة حسين الشاحات عامل الهدفين الهدف الأول فيها كل حاجة فيها رؤية مرة وفيها رؤية مرتين وفيها صبر على الكورة وفيها مهارة وفيها حاجات كتير جدا عشان كده بنقول ده الفرق ما بين لعيب ولعيب من أول ما جات له الباص على طول من دينج في نص الملعب وهو أخذ القرار على طول لحمدي خلاص هو لمحه ورايح ورغم ان حمد لعبها له طويلة راح ووقف عكو كلنا مستنين يحطها تحت المعلول عشان يقف مفيش ووقف وثبت ورفع وبص وحطها لتاو نفس الموضوع الجون التاني هاني وحسين جون طبعا طلع كانت غلطة من الحرس ولكن على طول لكهرباء تاو من اول مباراة وهو واخد الناحية اليمين هو محمد هاني وطالع وداخل وشايت ومطلع هاني حمدي وديانج ومروان وكل اللعيبة كل اللعيبة محدش اثر النهاردة نادي الهال النهاردة عامل مباراة كبيرة جدا 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 ومباراة زي كده فعلا يعني لو فيه شوية توفيق مباراة دي تنتهي من هنا ولكن في النهاية النادي الاهلي طالع من المباراة كذبان كذبان لأن شفت مشاعر الناس بعد المباراة معظم الناس قاعدة عملة شجع لعيبة الاهلي وكله بالاعلام في المدرك بعد صفارة الحكم هو ده هو ده يعني هو هو ده بعض الناس قاعدة حطها دي على دماغها وزعلانة لا مزعلش مزعلش هو اللي احنا عايزينه هو الاولاني ده النوع الاول دوت اللي هو بالاعلام والاهلي ورجالة وبالاسم لعيب لعيب بالاسم وكولر هو ده هو النوع الاولاني ده النوع التاني برضو وهو هو نفس الحب وكل حاجة للكيان بس انت قال انا بقول لك ما تلقش خليك واثق اكتر اكتر من كده زي ما قلنا فريق الوداد فريق فريق كورة محترم فريق كورة محترم بيعرف يرجع في المواقف الصعبة يا جباعة الوداد فرق الوداد والرجاء والترجل فرق الكبيرة ديت بتعرف تتعامل برا ملعبها بتعرف في المواقف الصعبة تعرف تطلع بقى أقل الخسائر هو دوت اللي عامل منها فرق كبيرة بتعرف تطلع برا ملعبها بقى أقل الخسائر ولكن اقسم بالله انا بقول لك انت اعلى فنيا انت اعلى فنيا عن اي فريق في افريقيا فمش عايز حد يزعل يزعل عن نتيجة يزعل عن نتيجة انما ما تتشايمش لسه فيه تسعين ديها برا قادر ان انت تروح وترجع بمكسب مش بتعادل حتى تقدر ترجع بمكسب الوضع هناك حيختلف او حيختلف بشكل شكل كبير جدا فريق الوداد طبعا مع كامل احترمنا ليه احنا شفنا المباراة يعني احنا شفنا المباراة نادي الاهلي مع صفارة الحكم اللي بيلعب في نص ملعب بفريق الوداد وفريق الوداد ما عندوش الساعدات حتى يطلع يعني بمرتدات هم عايزين يقفلوا هم حبين كده يقفلوا المساحات كل ما الوقت بيعدي الدنيا ماشية مفيش جوان بتخش فهم هم حبين كده ويستنى على فرصة وغالبية الظن الفرصة ده هيت اما بيبقى مستنينها من ثوابت من ثوابت يقدر يخطف واحدة زي الكرة اللي اتعملت لسامبو وطلع حطها للرجل جعدي ردك جعدي الرجل وقف وطلع عليه وحش مصفى شوبير فاول تاني ليحيى عطيه طالله في اخر البتاقة اتعامل برضو عليه مع مصفى شوبير وبعد كده كورت الجون يعني وبعد كده كورت الجون على فكرة الكرة اللي خبطت في العرضة الشوب تاني كان التسلل اصلا من بدايتها وبعد ما خلصت مساعد الحكم رفع ولكن الحكم وطر برضو المتش يعني الحكم في اوقات وطر المتش وقده فرصة اللعيبة تضيع وقت وابتدى اللعيبة على فكرة من الجانبين برضو من الجانبين من قده الفرصة للعيبة انها تبتدي تعترض ويعني معرفش هو حكم احنا كنا لسه الأسبوع اللي فات بنقول انه هو من ضمن الحكام اللي طلع جديد ومن ضمن الحكام اللي هي فعلا حطت بصمة